ويعد شم النسيم واحدا من أقدم الأعياد التي يحتفل بها المصريون ويحافظ المواطنون على الطقوس المعتادة في هذا اليوم خاصة الأطائمة وفي مقدمتها البيض الملون والأسماك المملحة والمدخنة في احتفال من أبهل احتفالات عبر التاريخ في مصر انطلق ملايين المصريين في جميع أنحاء البلاد إلى الحدائق والمتنزهات في يوم شم النسيم للاحتفال والتمتع عيد الربيع أو شم النسيم كما يطلق عليه المصريون يتميز بطابع خاص فهو عيد لكل المصريين بما يمثله من فرحة وسعادة كما يتميز بنكهة خاصة حيث يتناول الجميع البيض الملون والأسماك المالحة والتمتع بهواء الربيعي ونسيمة الإقبار بالنسبة للرينجة والساردين أقوى من الفسير عشان طبعا بتناول الجميع يعني ممكن ياخده كيلو ولا 2 كيلو يتغدى بيهم بـ 80 جنيه بـ 2 كيلو كيلو بـ 40 جنيه وعادة ما يصاحب هذا اليوم إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات تحسبا لوقوع أي إصابات نتيجة تناول أطعمة غير صالحة أو فاسدة كما يجري نشر قوات أمنية وتعزيزات خاصة لمراقبة أجواء الاحتفال بما لا يعكر أجواء المحتفلين أسواق الفسيخ والأسماك المالحة بالمحافظات المختلفة تشهد إقبالا واسعا من المواطنين وتصاعدا في مستوى البيع والشراء وزيادة المعروض من الأسماك والتي لا يكتمل تقص الاحتفال إلا بها عيد يرمز عند قدماء المصريين إلى بعث الحياة واستمر الاحتفال بعيد شم النسيين في مصر بعد دخول المسيحية والإسلام تقليدا متوارثا تتنقله الأجهال عبر الأزمان والعصور يحمل ذات المراسم والطقوس وذات العادات والتقاليد التي لم يطرأ عليها أدنى تغيير منذ عصر الفراعنة وحتى الآن اشتركوا في القناة